مرحبا طلاب إن شاء الله رب تكونونوا بخير المحاضرة الثانية لمادة الجنرال فسيولوجي أنا سجلت هذا الفيديو فقط الأشياء المهمة والمختصرة بمحاضرة رقم 2 أما بالنسبة للفيديو اللي ينزل على قناة كلية المناع العلوم الطبية إن شاء الله غدا ينزل وشرح المحاضرة يكون بصورة جدا كاملة لكن لضحف النت وتستغرق عملية التحميل مدة طويلة لذلك سجلت فيديو فقط بالأشياء المهمة المحاضرة تتكلم عن الـ اللي هي إفرازات القناة الهضمية إفرازات القناة الهضمية أول إفراز يبدي بالقناة الهضمية لما تتناول الطعام يحدث بمنطقة الفم أول إفراز هو السلفري سيكريشن اللي هي إفرازات الغدد اللعابية The first secretion when food is ingested saliva إذن أول إفراز يحدث بمجرد أنت ما بلعت الطعام وصار بداخل فمك رح شنو يفرز عندك؟ يفرز عندك اللعاب اللعاب يفرز منه مصدره يفرز بواسطة ثلاث أزواج من الغدد اللعابية اللي ذات درين انتو ذا ماوت سوبلايب اللي تكون محفورة أو موجودة في منطقة الفم السلايفة يجهزني يومياً كم تبلغ كمية السلايفة من ألف إلى ألف وخمسمائة مول سلايفة بير دي إذن المطلوب منك من صفحة رقم واحد تحفظي إذن أول عملية إفراز وين تحدث بالفم وبواسطة اللعاب السلايفة كم كمية السلايفة اللي تنتج يومياً من ألف إلى ألف وخمسمائة مول كم نوع من الغدد اللعابية عنده ثلاث أزواج اللي هي الغدد النكفيه الباروتود قلات والغدد تحت الفك السوفلي اللي هي سب يعني تحت ماندبيولار الغدد تحت الفكية وسبلانجول سب يعني تحت لانجول تحت اللساني والغدد تحت اللساني إذن عندك ثلاث أزواج اللي هي الباروتود والسب ماندبيولار والسبلانجول مكونات السلايفة يحتوي على الكثير من المكونات بالإضافة إلى الماء لكن أنا أركز على ثلاث أشياء مهمة اللي هو IgA هذا النوع من IgA وظيفته وظيفته دفاعية فإذا تركز لي IgA الموجود بالسلايفا وظيفته دفاعية أيضا يحتوي السلايفا على اللايسوزايم هذا اللايسوزايم إنزيم مضاد للبكترية يقضيلي على البكترية Antibacterial enzyme هذا وظيفته الأمايليز أيضا يحتوي السلاعاب على الأمايليز إنزيم الأمايليز وظيفته هو تحطين Breakdown of Carbohydrate هذا بالنسبة لي الصفحة رقم 1 الصفحة رقم 2 لو تلاحظ بالصورة شون الغدة أول ما تبديل بالصورة تلاحظ الباروتاتيجلاند الغدة إنه كفية تأتي بعدها الغدة تحت الفكية بعدين الغدة تحته اللسانية المطلوب من عندك تحفظ الأنواع السلبر قلاند في الصفحة الثانية وظائف اللعاب وظائف اللعاب جدا مهمة Labricate Cleanse Oral Cavity يعني شلو Labricate اللعاب إنت هسا أول ما تبديع الطعام منه اللي يساعد على المسجد وأول اللعاب يعمل على تزييط Labricate تزييط الطعام أيضا Cleanse Oral Cavity ينظف تجويف الفمي أيضا نقطة رقم اثنين Dissolves Chemicals Team يعمل كمذيبها كمذيب للمواد الكيميائية نقطة ثلاثة Suppress Bacterial Growth يثبط نمو البكترية عن طريق شنو ثبط نمو البكترية اللي ذكرنا بصفحة رقم واحد اللي يثبط للبكترية هو أنزيم اللايسوزيم يثبط نمو البكترية أيضا Digested Starch by Amylase يخضم النشأ اللي هو النشأ أحد مكونات الكاربوهدرات عن طريق أنزيم الأمايليز فأنا ليش ذكرت لك تحفظي المكونات فقط الاي جي اي والليسوزيم والأمايليز لأنه لها وضع مهمية في وظائف السلايفة صفحة ثلاثة اللي هي Gastric Secretion إذن أول إفراز حدث بالفهم بواسط السلايفة السلايفة كم كمية السلايفة اللي ينتج بليون من ألف إلى ألف وخمسمية موض عندي ثلاث أنواع من الغودات اللعابية اللي هي باروتت السابمندبيولار والسبلنكول ما هي وظائف اللعاب وما هي مكوناتها المكونات الثلاثة الأساسية اللي هي الاي جي اي بالإضافة إلى الماء وظيفتها دفاعية والليسوزيم اللي يخلص من البكتيريا ويجعل فهم نظيف وعندك الأمايليز اللي يحطم له الكاربوهيدرات إذن خلصنا من السلفري أول سيكرشين ثاني سيكرشين اللي هو الغاسترك سيكرشين الإفرازات اللي تحدث به المعدة الطعام لما الطعام يخزن بأي جزء من الزاء القناة الهضمية في المعدة إذن الفود is stored in the stomach لما يخزن بالمعدة سوف يمزج مع الأسد اللي هو الحامض ولميوقس المخاض والبيبسين والبيبسين بعدين ريليز ان كونترول انتو دودينا بعدين أنه أول خطوة للطعام بالمعدة هو يخزن ويمزج مع الحامض والمخاض والبيبسين بعد ذلك لما يتحول إلى مادة سائلة تعرف بالكيم سوف يدفع إلى الأمعاء الدقيقة اللي هو أول جزء من الأمعاء الدقيقة اللي هو يمثل للدودينا إذن الوظائف ما مطلوبة من عندك مادة المعدة الغدق الموجودة ببطانة المعدة تحتوي على مجموعة من الخلايا والتي تلعب دور مهم في توفير إذن غدد الموجودة في منطقة المعدة تفرز لعدد من الخلايا وهاي وظيفة هستخلاهي وظيفتها حتى تكوني السائل أو الأسارة المعدية لغدد المعدة هاي تحفظ لياها جدا مهمة كل نوع من الخلايا ماذا تفرز الخلية الأولى لغوبال سيل تفرز لك الميوكس إذن غوبال سيل تفرز الميوكس الباريتال سيل تفرز للHCL والأنتراينيسك فاكتر اللي هو العامل الداخلي اللي جدا مهم في امتصاص بيتامي بيتويرث التشيف سيل الخلايا الرئيسية راح تفرز له البابسينوجين أنتيرو كرومافين like سيل تفرز الهستامين والسيروتونين الجي سيل من اسمها جي تفرز غاسترين الدي تفرز للسوماتو استعتين إذن لو تلاحظوا بهذا الشكل ها بالسلايد عندك هذي عندك الميوكس سيل والباريتال سيل هاي اللونها أخضر اللي الوظيفتها من اللي يفرز للHCL هي الباريتال سيل وتفرز للHCL والأنتراينيسك فاكتر أنتيرو كرومافين like سيل اللي ها مختصر ECLC اللي ها رقم أربع أنتيرو كرومافين أنتيرو كرومافين like سيل مختصر ها ECL تفرز للهستامين والشيف سيل تفرز للبابسينوجين هاي جدا مهمة الخلايا هذي اللي بعتها تريد تحفظ هذا السلايد أو السلايد اللي قبله إذن بحب ما ذكرنا أنواع الخلايا الموجودة بالغدد المعدية ووظائف أهم مكون الموجود في المعدة اللي هو الـ وظيفة بالمعدة في ذلك لا دائما يقول لك أنه هل هي المعدة وسط حامضي أو قاعدة دائما يقول لك وسط حامضي لأن تحتوي على حامض الـ وظيفة الـ اكتبيتت بابسينوجين انتو بابسين إذن أول خطوة وظيفة الحامض إذن الـ بالمعدة يحول لي إنزيم الـ من الشكل الغير فعال إلى الشكل الفعال البيبسين البيبسين اللي يلعب دور مهم في هضم البروتين وتحويله إلى بابتون لكن بيه درجة بي اتش يعمل الـ هيت انتبهولي من الثاني إلى ثلاثة ونص يعمل الـ إذن أول خطوة حفز للبيبسينوجين من الشكل الغير فعال إلى الشكل الفعال اللي هو البيبسين أيضا يوفر لي اوبتيمال بي اتش لعمل البيبسين إذن الـ حتى يعمل البيبسين سوف يوفر لي بي اتش مثالي لعمل البيبسين اللي هو حدود 2 إلى 3 ونص هاي الثانية ما أريته أيضا يعمل على قتل البكتري الموجودة بالطعام ويساعد على امتصاص الحديد والكاليسيوم وأيضا يساعد على افرازات بروموتس يعني يحفز أو يشجع من افرازات البنكرياس والأمعاء الدقيقة وإفرازات الصفراء هذه فيما يخص وظائف الـ جدا مهمة بالنسبة إلى الميوكس والانترانيسك فاكتر الميوكس والعامل الداخلي اللي يفرز من الخلايا الموجودة في المعدة ما هي وظائفه الميوكس جدا مهم الخلايا الموجودة بالمعدة سوف تفرز لي مخاض من نوع سائل ومن نوع غير انسولاب غير سائل السولاب الميوكس شنو عمله مكس with the content of the stomach and help to lubricate كيم المخاض السائل سوف يمزج مع محتويات المعدة من يمزج مع محتويات المعدة يساعد على تزييد الكيم الكيم اللي هو شنو المواد الغذائية اللي نهضبط بالمعدة حتى أساعد على سهولة أو تزييد بحيث تمر بسهولة من المعدة إلى المعدة الدقيقة فشنو هنا رح تمزج مع السولاب الميوكس أما بالنسبة السولاب الميوكس المخاض الغير سائل أو الصلب وظيفة وظيفة هو يعني هنا رح يتكون نوع من المخاط الصلب شون يعمل كحاجز ضد الحموضة العالية لمحتويات المعدة في حال إذا ارتفعت حموضة المعدة رح يعمل الميوكس المخاط الصلب على شونه كحاجز يمنى من حموضة المعدة العالية هذ هي وظائف الميوكس اللي هي إذا كان سائل هو يساعد على تزييد الكيم حتى ينتقل من المعدة إلى المعدة الدقيقة وإذا كان صلب رح يعمل كعمل الحاجز ضد حموضة المعدة العالية العامل الداخلي يساعد على امتصاص فيتامين بي 12 إذن خلاصنا من سيكريشن القاستيرك سيكريشن ننتقل إلى البنكرياس البنكرياس اللي هي إفرازات البنكرياس اللي هي البنكرياتيك سيكريشن البنكرياتيك جويز كونتين انزايم ذات بلاي امبورتن رول ان دايجسشن طبعا الغصار البنكرياسية تحتوي للأنزيمات التي تلعب دور مهم في عملية الهضب طلاب بس أنوه إلى شغل أنا ما أطيك تكوين الغدد اللعابية من ينت تتكون والقنوات ونوع النسيج ولا أطيك البنكرياس وجزر لعهنجر هانز وموقع لأن هذا أنسج أنا أخذ فقط الجزء الفسلجي اللي يخص البنكرياس أو الودة الصفراء ولا معها الدقيقة ما أدخل بطبقاتها أو تكوينها هذه مواضيع تخص الأنسج نكمل البنكرياس يلعب دور مهم بعملية الهضب والإفراز من اللي سيطر على عملية الإفراز طبعا عملية الإفراز اللي تم من قبل البنكرياس تتم تحت سيطرة هرموني أهم الهرمونات اللي تلعب دور مهم في السيطرة على إفراز البنكرياس إن هرمون جدا مهمات اللي هو هرمون السيكريتين وهرمون كولي سايتو كينين كولي سايتو كينين سي سي كي إذا قدك اثنين هرمونات هي اللي يسيطر على عملية افراز البنكرياس اللي هي السكريتين والسي سي كي كولي سايتوكينين بالنسبة الى وظافة اهناني يحتبر هو ميكسة غده مزدوجة يعني تعمل عمل تكون تعمل عمل غده خارجية الافراز وغده داخلية الافراز فيمتلك البنكرياس وظيفتين اللي هي اندوكراين فاكشن واكسكراين فاكشن الاندوكراين فاكشن الوظيفة الداخلية هنا من اذكر كلمة اندوكراين يعني بدون قناة اندوكراين وظيفته كغده صماء يعني غده صماء ما تحتوي على قنوات يفرز الانسولين والقلوكاكون من جزر لانقرهانس اذا الوظيفة الداخلية هي شنو عملك يعمل هو عمل شون مزدوج اذا عملك غده صماء متل مثله بشنو افراز الانسولين والقلوكاكون واذا عملك غده خارجية الافراز اكسوكراين سوف يفرز لي بنكرياتيك جويس افرازات العصارة البنكرياسي ايضا يحتوي على مكونين اللي هي الاكوياس السوائل والانزيمات السوائل المتمثلة بالبيكاربونات اله سي او ثري اللي تلعب دور مهم في معادلة حموضة المعدة بالدودينام سوف ينكرياتيك انزام كانفكشن بروبرلي يعني هاي جدا مهمة البيكاربونات تعادل لحموضات المعدة بالنسبة للانزيمات جدا ضرورية حتى تساعد بعملية الهضم والامتصاص الكاربوهدرات والدهون والبروتينات الانزيمات شنو وظيفتها هي تساعد في عملية هضم وامتصاص الكاربوهدرات والدهون والبروتينات ما هي اهم انزيمات البنكرياس اللي يه بنكرياتيك انزامز اللي يه تربسين کیموتربسين ليبيثو عwiąz t abs هذه اهم الانزيمات لو ننتي هي انزيم الامويلز كلو حادة انو شنو عملها انزيم الامويلز شنو وظيفته بنكرياتيكو اماويلز يحول لي الـ Starch الال Vera sending to Maltose or Maltotilateral إذن وظيفة الامويلز bone dash من الى Maltose and Maltotrim اللايباز يحلل الدهون الثلاثية إلى أحماض ذهنية ودهون أحادية بدل ما هي تتطيق شنو دهون أحادية زاد أحماض ذهنية فاتي أسد إذن اللايباز يحول للتراغليسارايد إلى مونوغليسارايد عن فاتي أسد بالنسبة إلى الانتيروكاينيز وظيفتي يحول لتربسينوجين هذا المخطط بعد أوضح الانتيروكاينيز يحفز الكيموتربسينوجين إلى أن يتحول من الشكل غير فعال إلى كيموتربسين الفعال تمام؟ إذن يعمل على تحول الكيموتربسينوجين إلى كيموتربسين الكيموتربسين أيضا الانتيروكاينيز نحن ذكرنا كل كلمة جين يعني غير فعال ببسينوجين غير فعال يتحول إلى ببسين صار فعال كيموتربسينوجين غير فعال يتحول الكيموتربسين صار فعال إذن انتيروكاينيز يحول الكيموتربسينوجين إلى كيموتربسين وأيضاً للانتيروكاينيز يحول تربسينوجين إلى التربسين خلصت إفرازات البنكرياس البايلاري سيكريشن إفرازات الصفراء الصفراء تنتج من الكبد وهي مصنوعة من أحماض الصفراء بايل أسيد وبايل بيجمنت وأصباق الصفراء بالإضافة إلى مواد أخرى إذن شنو وظيفة الصفراء تساعد على عملية الهضم بواسطة يا عملية أنه تساعد على عملية الهضم هضم الدهم إذن وظيفته هي شنو تساعد على فات دايجسشن هضم الدهم بواسطة عملية السابونوفيكيشن عن طريق عملية التصبن والاستحلال جدا مهمة في إكسكريشن إذن أيضا أولا تساعد على هضم الدهون ثاني وظيفة مهمة إلها هي التخلص من بعض الفضلات الموجودة بالدم كيف تتخلص من الفضلات الموجودة بالدم بشكل بيلوروبين كمية إنتاج الصفراء باليوم ألف مول لكل يوم إذن هاي الأشياء المهمة من البيلوري سيكريشن كالسطونس حصل مرارة هاي جدا مهمة تركزلي عليها كيف تتكون وما هي الأسباب اللي أدت إلى تكونها بصورة رئيسية بسبب بسبب عدم التوازن ما بين أملاح الصفراء والكوليسترول إذن يصير عدم توازن بمكونات الكوليسترول وأملاح الصفراء في الصفراء هذا رح يؤدي أما إلى كميات كبيرة من الكوليسترول أو كميات كبيرة من الكوليسترول وأملاح الصفراء الموجودين داخل الصفراء هذا رح يؤدي عدم التوازن أما كثرة الكوليسترول أو قلة أملاح الصفراء وبالتالي سوف إكسز كوليسترول will precipitate to form كوليسترول وهذا رح يؤدي إلى زيادة ترسب الكوليسترول حتى يكون اللي حصى المرارة الأسباب عندك ثلاث أسباب لخاصة لك إياها too much absorption of bile acid أحد أسباب تكون حصى الصفراء أو اللي يسموها المرارة الحصوى اللي يصير بالمرارة العفو too much absorption of bile acid انه امتصاص كميات كبيرة من الأحماض الصفراء too much secretion of cholesterol افراس كميات كبيرة من الكوليسترول إلى الصفراء واللي ينتج من الغذاء from diet inflammation أو بسبب inflammation التهاب ببطانة القلبلدر القلبلدر اللي هي شنو القناة الصفراوية يصير عندها التهاب هذه جدا مهمة leather function هذا السلايد اللي فقط تعدد لي وضائف الكبت اللي هي metabolic regulation اللي هي تنظيم الائلي hematological regulation تنظيم عمليات الخاصة بالأمور الدموية وprotection of bile وانتاج الصفراء اهم وظيفة للكبت هو شنو ينتج الصفراء الصفراء تنتج من قبل الكبت الافراز الخامس اللي هو small intestine secretion اللي مطلوب من عندك ثلاث انواع من الافرازات تحدث بالصفراء اللي هي لقم واحد برونر gland برونر gland برونر gland غدد بورنر الاسم الثاني اليه دودينال gland هاذي اذن يتم الافراز بالقناة بالعفو بالامعة الدقيقة عن طريق تلف مناطق اما غدد برونر برونر اللي شنو ميوكس رح تفرز لي الميوكس خبايا لابريكان اللي خبايا لابريكان اللي العفو تفرز لي السوائل الخارج خلوية حتى تساعد على امتصاص المكونات المعوية ما هي اهم افرازات الامعاء الدقيقة اللي هي اولا غدد برونر خبايا لابريكان والانزيمات غدد برونر تفرز لي الميوكس خبايا لابريكان تفرز لي السوائل الخارج خلوية هيش تحفظي اهم الانزيمات الانزيمات جدا مهمة الانزيمات موجودة small intestine enzyme present on villai brush border اذن الامعاء الدقيقة تحتوي على villai الزغابات اللي تشبه الاصابع البرش بوردر تشبه الفرشاء مات الاسنام villai هذه الانزيمات كم نوع عند من الانزيمات موجودة العديد من الانواع اهمها الببتايديز الانزيم ينتهي بمقطع ASE هذا انزيم ASE انزيم ببتايديز داي ساكرايديز لاي بيز الببتايديز من اسم الببتايز راح يحلل الببتايز الى احماض عميني اذن فايز لقها هاي سبلتنج يحلل الببتايديز الى امينه اسد اذا عمل انزيم الببتايديز يحول الببتيدات الى احماض امينية الى امينه اسد الداي ساكرايديز اذا هاذا شنو الانزيمات الثنائية اللي تعمل على السكريات الثنائية فقط اللي هي مثلا السكريز السكريز اللي تعمل على السكريز المتكون من من السكريات تعمل فقط على السكريات الثنائية مثل أنزيم السكريز المالتيز اللايبيز يعمل على تحلل الدهون يحول الدهون إلى أكل شراب وثاتي أشد اللي هي الأحماض الدهنية ما هي وظائف اللي تحدث بالأمعاء الدقيقة الامعاء الدقيقة اللي هي وظيفة تأثير حماية إذن تقوم بالحماية عن طريق الميوكس أيضا تقوم بعملية الهضم عن طريق الإنزيمات مثل ما ذكرنا اللي هي الزام الببتاديز والسكريز اللي هي من ضمن الدايسكريز السكريز العفو هذه الأسبوع المالتها خطأ واللايبيز بالإضافة إلى الدليوشن بعملية التخفيف هذه اللحظ الإنزيمات الدايبيبتاديز الدايبيبتايتز اللي هي Madison اللي هي البيبتداد تتحول إلى أحماض الأمينية عن طريق الدايبيبتاديز عندك المالتوس هو سكر ثنان عن طريق المالتز رح يتحول إلى اثنين من السكريات الأحادية اللي هو glucaz زائد glucaz اللاكتوز olun وهو سكر ثنان عن طريق أنزيم اللاكتز سوف يتحول إلى جلوكوز زائد جالاكتوز السكروز سكر ثنائي عن طريق أنزيم السكريز رح يتحول إلى سكريات أحدية اللي هي غلوكوز عن فركتوز لأن تعرفون السكروز مكون من غلوكوز زائد فركتوز ينطيني سكروز بالنسبة إلى اللايبيز يحول لي الدهون الثنائية أو اللي ترعي غليسارايد دايان مونو غليسارايد ذاكر أو تريد تقول ترعي غليسارايد اللي تختصرها الدهون الثلاثية إلى فاتي أسد أحماض دهنية وكليسارايد هذه هي الإنزيمات تحفظها عملها مهم وأخيرا قبل السلايد الأخير اللايج انثيساين سكريشن هنا تختلف في لامعاء الغذيلة عن البقية أنها ما تحتوي إنزيمات وبالتالي لا تحدث فيها عمليات هذا فإذا جبت لك بالصح والخطأ إنه عملية الهضم تحدث بالأمعاء الغذيلة لا ملاحظة لأنها ما تحتوي أنزيمات فبالتالي ما تحدث فيها عملية الهضم لكن تحتوي على بعض الإفرازات اللي هي الألكاين سكريشن أهم الإفرازات الموجودة فيها هي الألكاين سكريشن حتى يعدل الحموضة اللي هي المنتجة بواسطة البكترية المعاوية الميوكس أيضا يحتوي على إفرازات الميوكس اللي تفرز عن طريق الخلايا المخاطية الموجودة بجدال القولون وظيفة الميوكس هو الحماية وتزييد الفيكالماتر اللي حتى يزايد ويساعد بعملية الخروج أيضا إنه موجودة بالقولون الأنعاء الغليظة البكترية اللي هي شنو هاي هاي مضارة تساعد على امتصاص فيتامين بي أنت كي أبسوربشن فيتامين بي أنت كي أبسوربشن ميد فروم يحدث عن طريق البكترية الفلورة الموجودة بالقولون هذا الجدول هو مختصر إلى كم عملية إنه الإفراز اليومي تركز لي فقط السيلفر غلاس اللي غدت اللعاب هي يعني كم كمية السلايفة بليور دايلي ووتر كمية الإفراز 1500 الستومك 2500 الصفرة 500 البنكرياس 1500 والأمعة 1000 فقط هذن اللي ملولتهم ومضللتهم هاي أريدك تحفظها إذن لو نجمع 1500 لو نجمع التوتال مالته إنتو جين السيكريشن رح يطلع لي 7000 إذن هذا الإفراز عملية 7000 زائد ما هو مهضوم 2000 رح يطلع للتوتال 900 أنا ما أريد هذا فقط تحفظ لي إنه السلايفة 1500 المعدة باليوم تفرز 2500 البايا 500 البنكرياس 1500 والأنتسلاين ألف ألف أولي ألف thank you for listening